لحتى تحصلوا على كيكة مرتفعة وهشة وطرية لازم شوية خطوات بسيطة نمشي عليها لحتى نوصل لأطيب كيكة ممكن تنعمل بالبيت من دون ولا غلطة اليوم بناء على طلب متابعين الغالين رح أعملكون الكيكة الهشة على طريقتي رح أعملكون إياها بطريقة كتير سهلة وبسيطة وبنفس الوقت تنجح معكم شو هي الأسرار يلي بتخلي الكيكة تكون هيك مرتفعة بهذا الشكل تكون هشة وطرية وبنفس الوقت تكون متماسكة مع بعضها وآخدي لونه موحد رح نحضر مع بعض أطيب كيكة اسفنجية تنعمل بطريقة كتير بسيطة وسهلة يلا معي تابعوني لحتى نشوف الطريقة والمقادر شايفين طراوة الكيك؟ هيك لازم تطلع معنا يلا معي لنشوف الطريقة الخطوة الأولى رح أعمل خليط مانع الالتصاق لحتى الكيكة ما تلزق معنا بالقالب هي عبارة عن معلقة واحدة من الطحين 3 ملاق من زيت النباتي رح حرقهم مع بعضهم لحتى نوصل لهذا القوام ورح ادهن هذا الخليط بقالب الكيك متل ما بتعرفوا فيه أولب كيك صعب انه الكيكة تطلع منهم فمشان هيك هذا الخليط بيخلي الكيكة ما تلزق معكم نهائيا وهلا بعد ما دهنت الالب بتركوا الالب على جنب رح جهز الفرن على درجة حرارة 170 في البداية رح شغل الفرن من فوق ومن تحت وهلا رح نحضر الكيكة عندي هون 4 حبات من البيت إذا كان البيض كبير فيكن تستخدمه بس 3 حبات هون عندي كاسة منصف من السكر ورح اضيف معلقة كبيرة من خل الابيض الخل بيخلي الكيكة ترتفع معكم جربوها الطريقة وبتقضي على ريحة البيض حطيت معلقة واحدة من الفانيليا وهلا رح ضل اخلط الخليط كتير منيح بتقدروا تستخدموا الخلاط وبتقدروا بالمضرب الكهربائي متل ما كون شايفين بس لازم تضلوا عم تخفوا هاد الخليط مدة 5 دقايق لحتى توسطوا لهاد القوام ويصير اللون على بيض شايفين بس هيك صار عندكم لون الخليط ففيكن تروحوا للمرحلة البعدة عندي هون كوب إلا ربع من الزيت النباتي ورح ضيف كوب واحد من الحليب برجع بقفق الخليط شوي وهيك المواد السائلة كلها صارت جاهزة رح اتركها على جنب بنروح للمواد الجافة عندي هون كتير مهم انه ننخل المواد الجافة كوبين من الطحين رح حط عليهم معلقة كبيرة من البيكن بودر يعني بيطلع 16 جرام وهلا رح انخل المواد الجافة كلاياتهم على جنب تقدروا تنخلوا المواد مرة ومرتين على راحتكم المهم تنخلوهم كتير منيح وهلا هاي الخطوة كتير مهمة انه نضيف الطحين بالتدريج ضيف شوي من الطحين وبقفو الخليط بس يختفي عندي الطحين برجع باخد كمان شوي طحين وبنزلوا على المواد السائلة بهاي الطريقة الكيكة ما رح تهبط معنا نهائيا وهون عم نحافظ على الهواء يلي جوات الكيكة لاحظوا معي وانا عم اخفق الكيكة بترتفع معي ما عبتنزل بس اذا بدكم تستخدموا المضرب الكهربائي وانتوا عبتنزل الطحين فالخليط رح ينزل عندكم وهذا الشي نحن ما بدنا نهائيا شايفين بس يختفي عندي الطحين بنزل الطحين اللي بعده في ملاحظة كتير مهمة انتبهوا لنوع البيكن بودر اليلي عبتستخدموه هو الكفيل انو يخرب لكم الكيكة او يطلل لكم اياها ناشحة فدائما استخدموا نوع بيكن بودر يكون نوعيته جيدة مشان تتفادوا هيك مشاكل انو الكيكة ما ترتفع معكن وهلا بدي اقسم الخليط لقسمين متساويين حبيت هون 800 جرام وهون رجعت حطيت 800 جرام طبعا انتوا باي صحن اي زبدية اي بريء اي شغلة تكونوا متل بعضون بتقدروا بس هيك تشوفون انو يكونوا متساويين القسم الاول رح اضيف عليه ملعقتين من النشا بنخلن لحتى ما يصير كباتيل بقلب الخليط واقدر اني يحركن لكل سهولة والقسم الثاني رح اضيف ملعقتين طعام الكاكاو المر بالنسبة للملعقتين اللي انا حطيتهم بيطلعوا ربع كوب بتكون تحطوا ربع كوب او ملعقتين كبار وهلا هون بعد ما نزلت الكاكاو هلا رح خليت النشا مع الخليط اللي بالفانيليا ورح خليت الكاكاو مع الخليط الثاني وهيك بصير عندي اه طعمتين او نكهتين يلي هنن بالفانيليا والكاكاو وهيك القوام لازم يكون عندي ما لازم يكون خفيف وهلا هون يعني مو ضروري انه اه اخسر المضرب اه اليدوي اه فورا بخلط يلي بالكاكاو بخلطه كتير منيح لحتى يتمازجوا وهلا من روح للمرحلة اللي بعدها الفرن عندي صار صخن القالم الكيك جاهز عندي هون خليط الكيك صار جاهز كتير مهم انه نحن بعد ما نخلص الكيكة مباشرة لازم نسكب الخليط ومباشرة على الفرن ما لازم يطول الخليط بره مشان هيك دائما بقلكون لازم اه نحن نجهز الفرن قبل بوقت وهلا هون رح نزل الخليط متل ما كون شايفين بهاي الطريقة هيك لحتى سين عنا شكل لونين بتقدروا ما تخلطوهم مع بعضون بتقدروا يعيشان كلوا حديث لهي قسم لونين وبتقدروا تخلطوهم هيك شوي بسيط مع بعضون متل ما انتم بتحبوه وهلا بعد ما نزلت الخليط بهذا الشكل اهم الشي الخليط عندكن تكون شوية تقيل لزا ما كان تقيل فرح هيك فورا ندخلوا بقلب بعضون شايفين لازم يكون شوية تقيل انا هون حبيت هيك امزج اللونين مع بعضون وبالنهاية طلع شكل ولا اروع من هيك وهلا هيك الكيكة صارت عندي جاهزة وهلا رح ادق القالب دقتين تلاتي بهذا الشكل وراح حطوه بالفرن هلا كيف بدي حطوه بالفرن بعد ما حطيت الصينية بالفرن رح طفي الفرن من فوق بخلي بس من تحت مدة عشرين دقيقة بعد عشرين دقيقة برجع بشغل من فوق ازا فرنكم بشتغل بس من تحت ففيكن تشغلوا من تحت واخر خمس دقيقة بس بتشغلوا من فوق انا اول شي اول عشرين دقيقة شغلتها من تحت وبعدين اه كملت بقيت الوقت اه من فوق وتحت مع بعضون اخد معي القالب بالفرن خمسة واربعين دقيقة على درجة حرارة مية وسبعين لازم دائما درجة حرارة الفرن ما تكون قوية لحتى نضمن انه الكيكة تستويه من جوا. وشوفوا لي هالمنظر شوفوا لي هالكيكة بتجنن بتاخد العائل جربوها لهي الكيكة وبهي الطريقة وبنفس المقادير وان شاء الله لح تطلع معكم افطيب كيكة ممكن تعملوها. شايفين حجم العائلي? حجمها كتير كبير مع انه حطينا بس كاستين من الطحين شوفوا قديشها طرية بتقدروا ترشولها شوي سكر بودرة بتقدروا تعملوا سوس الشوكولات بتقدروا تتركوها مسادة او بتحطوا عليها سوس الكراميل فيكن تقدموها بالطريقة اللي بتعجبكن وهيك متابعين الغالين وصفتي للكيك صارت جاهزة بتمنى تكون عجبتكن بتمنى تكونوا استفدتم من نصائح يلي قدمت لكني اياها وبتمنى منكم لا تنسوا دعم الفيديو باللايك كتبولي تعليقات كون حلوة بشوفكم بصفات جديدة وسلام عليكم ورحمة الله